قال الجيش الأوكراني أنه دمر نظام دفاع جوي روسي قرب بلدة إفباتوريا غربي شبه جزيرة القرمة وذلك في هجوم على مدى بعيد خلال الليلة قالت وزارة دفاع روسية في بيان أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة هجومية خلال الليلة فوق شبه جزيرة القرمة ولم يسفر ذلك عن وقوع أي خسائر وكان المصدر قد قال أن الطائرات المسيرة عطلت أولا نظام الدفاع الجوي بمهاجمة الرادار واللاقة الهوائي به قبل توجيه صاروخي كروز من طراز نيبتون لأجهزة الإطلاق بالنظام ويقول محللون عسكريون أن أوكرانيا عدلت صواريخ نيبتون المضادة للسفن لتهاجم أهدافا أرضية آيات الهجوم بعد يوم من إطلاق أوكرانيا صواريخ على ميناء سيف باستوبول بشبه جزيرة القرمة مقر أسطول البحر الأسود الروسي في هجوم يشير إلى قدرات أوكرانيا الصاروخية المتنامية